مرحبا بكم في قناة تحفة يوب وكاد الحاكم الأول تم تغييره بعد أن رفض وليد صدي حكما أراد تعيينه معروف بشبهات تحكمية كثيرا متيرا للجلال الآن فوزي لقجة ممنوع من حضور هذه المباراة الهامة وقالت مصادر صحفية أن الرئيس بون أعلى سلطة في البلاد تدخل للضغط والإيقاف وتصدي للظلم التحكيمي والكولسة التي تحاك لدى المنتخب الوطني كما أن الخرج المستفز بعد تداول وسائل الإعلام المغربية عن كون لقجة يريد حضور مباريات لمجموعات أخرى بينها الجزاء هو ورك راكي لمعرفة بعض التكتيكات ليجد ردا سائقا ومنع ورفض حضوره ليس هو شخصيا فقط بل مع تدخل صدي بقوة لكسر كل أدرع القجاع الذي أخيرا كل منتخبات الإفريقية تفطنت لوجود الكولسة وفساد في بيت الكاف خاصة موت سيبي تراجعت شعبيته وانتقادات لدعام من أغلب الصحفة الإفريقية متهمين إياه أنها وصار بيت قنفية لقجاع الذي يسير من خلف السطر حاليا ومع تهديد الجزائر للكاف بأن ما حدث في مباراة باركينا فاصل ستحاكمهم عليها ولن تسكت وسيكون مصير حكام الفار وذلك الحاكم الأول مزبلة التاريخ وسيتم عزلهم كما عزل قصامة هذه المرة لن يتم السماح مجددا بأي ظلم ضد المنتخب الوطني لأن أي ظلم تحكيم آخر أو أي وسيلة كيفما كانت ستكون قطيعة تما ورفع القضية إلى أعلى هيئة دولية وكشف حقيقة المهزلة التي وراءها فوزي لقجع المكلف من ملكه بصرف أموال ضخمة في سبيل الجهتين أولها محاولة إقصاء الجزائر ورشوة الحكام ضدها والأخرى ظلم كل منتخب يلعبون لدى المغرب كما حدثت في المبارتين الأخيرتين هذا وردخت هيئة الكاف لرسالة الاحتجاج التي تقدم بها وليد سادي لهيئة الاتحاد الإفريقي لكورة القدم بعد أن قام بالإداءة شكوة لدى الأمين العام للكاف فيرون وعين الاتحاد الإفريقي لكورة القدم الحاكم الغابوني دانيال لارار سيكون مسؤول غرفة تقنية الفيديو المساعد بعدما كانت تحت إشراف الحاكم الغابوني غزلان خلال المباراة الغابونية وعين الصومالي عمر عبدالقادر أرسان حكما رئيسا لمباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب المغرطاني في مباراة مصيرية وحسيمة وزير الخارجي الجزائري أحمد عطافي قلب الطاولة على حفتر ويكشف أمور مذهلة وهكذا سيطرت عليها الجزائر وهروب أتباع حفتر ومدى وجدوا بالتفصيل بداية وزير الخارجي الجزائري أحمد عطافي وجه صفحة قوية ومباغتة للمشير الإنقلاب في ليبيا المدعو خليفة حفتر أين عاد مجددا خليفة حفتر للعب بالنار مجددا أمام الحدود الجزائرية خفية لكن سرعان ما كشفت الجزائر خطته وتوجهه ضربة لن ينسها وعزله نهائيا فالأخير ظل على مدار سنوات يستفز في الجزائر دون تحرك أو تعدي مباشر لعلمه بكون الرد الجزائري سيكون حسما ونهائيا وينهيه من الوجود والآن خرجته الجديدة تعتبر إسدنائيا والرد حسب المراقبين لن يكون شفهيا فقط هذه المرة بل حتى داخل ليبيا وعزله أكثر ووضع خطوط حمراء له أكثر فهذا الأمر وفق محللين قد يكون القطر التي ستوفد كأس الغضب الجزائري عليه وقد كشف وزير الخارجي أحمد عطاف عن المشاكل الأمنية العويصة في منطقة ساحل التي لها حدود هامة مع الجزار خاصة وأن ليبيا حاليا باتت معبرا وتستغلها بعض الأطراف مخططتهم لنقل عثار العسكري قائلا أن الساحل متكون من أفقار الدول في العالم حاليا كما يضم أكثر الدول التي تعاني في تحولات غير دستورية وأضف أنه على مدار سنتين الأخيرتين شهد الساحل ثمان انقلابات ومحاولة انقلاب قائلا أن الوضع الآن اختلف ولم نعود نتحدث عن منظمات صغيرة وإنما جيوش خارج عن القانون وعدائيا للجميع يحكمها قانون الغاب تكبر وتتوسع في القارة الإفريقية وخاصة منطقة الساحل وأصبحت في تفاقم كبير جدا وجب وضح حد لهذا الأمر وأن تزويدهم بأغلب ما يحتاجونه لتكون قادم من دولة ليبيا فهناك أطراف في ليبيا لا تريد الخير لليبيا ولا للمنطقة مسبقين مصالحهم الشخصية ومن يدعمونهم والأطراف الأجنبية على مصلحة وأمن الشعب الليبي الذي يسحق الأفضل دائما وطبعا كما يعلم الجميع حفطر من أشد من أضر بشعب الليبي ويحصرهم لكن الجزائر في أكثر من مرة تصدت له وفكت عزلة الشعب الليبي بنسبة كبيرة رغما عنه مشيرا أيضا إلى أن هذه الجماعات بجيوشها الغير نظامية والخارجة عن القانون باتت تتوسع أكثر واكتشفت الجزائر مخاططات عدة من جهات تدعمهم خاصة وأن هناك أطراف دولية من مصلحتها انهيار الأمن والاستقرار في المنطقة وترصيد الجزائر دائما لأي تحرك بالقرب من الحدود الجزائرية وتتعامل معه حتى حفطر طررته بعيدا وهرب أتباعه بعد تحرك الجيش الجزائري مؤخرا أما مخاططته الخبيثة حاليا قرب الحدود الجزائرية ودعمه لجماعات عدة ومساهمته في توسعها إلى الأمن هذا الأمر سيدفع الجزائر لمحال حسب مراقبين لتوجيه هذه المرة الضربة القاضية التي لن يتوقعها حفطر لتستمر في عزله كليا في ليبيا وقريا وبما أن هذا حفطر فاشل فقد فشلت كل مخاططته أمام الحدود الجزائرية خطوة مفاجئة من حفطر تزعج الجزائر والأخير يلعب بالنار والرد القادم عليه وهذا ما فعله مجددا في الحدود الجزائرية بعد أن لم يقدر على قبول تحدي الجيش الجزائري بداية لا يكف المدعو خليف حفطر على محاولة تشويش على الجزائر واستعرض عدلته المهترئة وعدم اقتناعه بكونه انتهى كليا خاصة وأنما يؤكد أنه انتهى وبات صاحب البلا بالكلام فقط ومحاولا تكرر الاستفتازات من بعيد فقط أنه لم يتجرع على القواف التجارية الجزائرية والمعابر الحدودية التي فتحتها الجزائر رغما عنه وحدرته بالرد القاسم لو مسها إذ أنه ورغما كأن كل شيء أمامه إلا أنه لا يمس أي خطوط حمراء سواء كما فعل الآن مجددا بخرجة مباغية ومفاجئة لكن لا وزن لها ولن يستطيع تجارع أو فعل أكثر من هذه الخرجة فقط مكررا حفصر أمره بتسيير دوريات عسكرية على الحدود مع الجزائر في محاولة السعرات فشلة وإظهار أنه لا يزال موجود لكن جلب أصلا لنفسه السخرية لأن هذه الدوريات لو فرضا أخطأت ولو خطأ بسيط وتجارأت على الحدود الجزائرية فالجيش الجزائري سيجعله وإياهم في خبر كان نهيك عن كونه انتهى سياسيا مع تخلي أغلب الدول التي كانت تقف وراءه وتدعمه خاصة وأن الرئيس بونتصد بقوة وحدر وضغط على كل تلك الدول متمكنا من إقناعهم من قلب الطاولة على حفصر ولم يللوا يدعمه هذا وعن خرجته الأخيرة الثانية التي كرر فعلته والجيش الجزائري يرقبه بدقة وأي حركة تكون تتجاوز الخطوط الحمراء أو يخطأ سيجد ردا قاسيا لن ينساه وينهيه كليا هذا وكشف اللواء 128 المعاسس أنه أصدى مرة أخرى تعلمات جديدة لقواته بتسيير دوريات اتجاه متلات سلفادور توري الذي يعد أصعب منطقة حدودية بين ليبيا والجزائر والنيجر وكان حرك حفصر في أكثر من مرة في الأسبوع والأشهر الماضية دوريات قرب الحدود والمعابر الحدودية المختلفة لكن طبعا ورغم عدائه للجزائر إلا أنه لا يستطيع مساء لعلمه بكيف سيكون الرد الجزائري الصارم عليه وعلمه بأنه أصلا مجرد نكرة أمام الجيش الوطن الجزائري فكل تحركاته وسعراته لمحاولة حفظ الماء الوجه أمام أسباعه أما الشعب الليبي في الغالبية العظمى مع الجزائر وتشيد بجهودها الرامية لوضع حل للأزمة الليبية وتوصل إلى حل قريبا بالانتخابات وعز المدعو حفصر والمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق هو الذي تربطهم علاقات قوية معها حفصر لا يطق كما يعلم الجميع اسم الجزائر وحقيد على الرئيس البون لأنه ضده كليا ويدعم الحكومة الليبية الشرعية على حسابه والجزائر تقدم دعما قويا لها وتفوك عزلة الشعب الليبي عبر كل هذه المعابر الحدودية التي فتحتها لهم رفعة جزء من معانتهم والعلاقة في القيمة بين الحكومة الشرعية